يعني لو واحد سمحوني ومتزعلوش مني يعني رجل سري غني وعمال يدي للكنيسة مبالغ ضخمة بيبنوا بيها مشاريع قطر خيره بس هو قلبه مش مستقيم مع الله هيستفيد ايه بالعطاء اللي عطاها؟ عشان كده مع الفلوس مع اي نوع من التقدمات لازم نقدم قلبا متضعا وقلب طاهر ومقصول من الخطايا ليه؟ لان الكتاب قال ذبيحة الاشرار مكرهة الرب ايش حال بقى لو قدمها بغش عشان كده قوانين الكنيسة تمنع قبول الهراتيقة قربين الهراتيقة والاشرار وقلتلكوا قبل كده لو واحد بيتربح من حاجة غلط الكنيسة لها تقبل عطاياه لو هو طبعا عايز يخلص ضميره وغافل الكنيسة وده طبعا رحط الفلوس في الصندوق ما حالش يمنعه او راح الكنيسة متعرفش ايه نشاطه ايه خدمته ايه مصدر ارباحه ودفع تبرعه واخد ايصال اوكي بس ربنا قدامه يقولك انا مش قابل الفلوس انت جايبها لان لازم الانسان يمشي صح في حياته كلها الله لا يقبل ذبيحة فيها غش